الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا بك فضل شحيكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة الكلمة حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ما زال حديثي موصولا عن حلق الوقار ضمن هذه السلسلة سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق وتكلمنا حول الوقار من حيث نصوص القرآن والسنة وكلام السلام الصالح حول هذا الحلق العظيم بالنسبة للوقار لا شك بأنه يعني علامة على وجود الحياء في قلب الإنسان وفي صدره لأن الوقار هو انعكاس أما في القلب وفي النفس من خلق الحياء ولذلك الرجل الحي يحمله هذا الخلق على الوقار كذلك الوقار إذا تعملنا في فوائده وعوائده نجد بأن له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة منها أن هذا الخلق يطبع الحب في قلوب الآخرين تجاه هذا الرجل الوقور ولذلك تجد الناس يعني يحبون هذا الوقور ويحترمونه ويعني يرغبون في الجلوس معه وحوله ومن الناس من يحرم الوقار وذلك بفعل نفسه وبما كسبته يده من ذلك مثلا الغضب الشديد الغضب هذا سبحان الله العظيم هذا الخلق الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بعدم الغضب هذا يسلب الخلق الوقار من الناس ولذلك الغضب هذا يظهر الإنسان بصورة قبيحة ويسلب هذه الصفة وهذه المرتبة أيضا المجاهرة بالمعاصي واقتراف الخطايا والذنوب هذه مسقطة للإنسان الوقور كذلك الطيش والحمق ولذلك الحمق والطيش والجهل هذه تذهب الوقار من عند الإنسان وأيضا ما يتعلق بكثرة المزاه أحيانا كما تقول العرب من أكثر من شيء عرف به فإذا أكثر الإنسان من المزاه فإنه طريق إلى ماذا؟ إلى سلب هذا الخلق وهو خلق الوقار وأيضا بعض الممارسات التي تأنفها أصحاب المرؤات هذا لا شك بأنه يقود إلى ذهاب هذا الخلق من هذا الوقور أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونكمل إن شاء الله ما تبقى من مسائل في اللقاءات القادمة بحول الله صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم فض الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات أنا فض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة سيقول هل الرجل ملزم وواجب عليه أن يخبر زوجته الأولى بأنه يريد أن يتزوج بأخرى الحمد لله من حيث الوجوب والإلزام لا يجب ولا يلزم ولا يلزم عليه ذلك من حيث الوجوب والإلزام لكن من حيث العشرة ومن حيث العلاقة لا بد من أن يخبرها بذلك وأن يهيئها لذلك ولو أخفى هذا في أول عمر لا يجوز له الاستمرار في إقفاء هذا الأمر لأنه سيتعلق به صلة رحم وأولاد وإخوة وأخوات بالنسبة لأولاده من الزوجة الأولى وأيضا حقوق وواجبات لكن من حيث الإلزام والوجوب لا يلزم ولا يجب ابتداءا لكن بعد ذلك نعم نعم لا بد من أن يخبر وأن يفصح وأن يقول أنا تزوجت وعندي أولاد وعندي كذا نعم سيك الله خير الصيخ معنا أب خالد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أب خالد سيك الله خير مسيك النور والعافية الله يبركيك سيك الله خير حسنا واركو عندي سأل بول أمرك للشريخ أنا ناوي أخذ أمره لأمني وللوالده فما أدري يعني كيف يعني في مرة وحدة لما أروح مكة يعني أسوي أمره للأكلين بجوز أو لا إن شاء الله زاكر الله خير الله تسمع شاء الله الرد أخو أحمد فضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخو أحمد فضل يا مرحب أستاذ الله والنور والسرور بالعمر عندي سؤال فضيل بالسيخ بخصوص القر إذا واحد مثلا كبير سن طبعا أراد أن يتسلف طبعا والبنكرة فضلة أنه كبير في السن هذا والبطانون مثلا ما يتمحنا فأخذ واحد من أهله أن يتسلف له وطبعا هو هذا من راتب الشهر يدفعهم من الشخص اللي يتسلف له وياي أنت فهمت القصد منه؟ نعم يعني هذا الشخص الكبير في السن يدفع له من راتبه هي من راتبه ما بلغه مثلا البنكي طالبه بربة آلاف درهم وهو متسلف مثلا 200 ألف فقدر الله ما شاء توفى منه توفى لكافلنا الكبير الوصف لكافلنا فطبعا لما يتوفى الإنسان يسقط عننا القرض وإذا كان مثلا الرجل هذا أو الإنسان هذا دفع بحدود 100 ألف وبقات 100 ألف وصقفا طبعا لما يتوفى يسقطع عننا الدين في تأمين أظنى عمل البنك أو شيء من هالقبيل الذي أخذ الدين هو الذي توفي الذي أخذ القرض من البنك فهل طبعا يدفع عن هذا أو خلاص من ضقفا عليه أنه خلاص ما يدفع للشخص أو لعياله أو لأهله أو الورطة واضح إن شاء الله واضح الله يبارك فيك الله يبارك فيك نعم أخي سعيد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله خسعيد فضل ذاتب الله خير عندي سؤال نعم عين الشخص إذا أغي يصلي نعم وكان لابس بشت أو كان لابس بترة بترة وعقال هل فيه إشكال يوم يزدد أنه يلم البشت أو يلم البترة ويزدد نعم هل فيه إشكال إن شاء الله واضح إن شاء الله أخي سعيد مثلا عندي بالبيت وأجمع مبلغ فيها كيف تكون الزكاهاي وأنا ما عندي العلم بالمبلغ اللي موجود فيها إن شاء الله والثالث ثاني مخصوص إذا أنا كان عندي مبلغ من المال وكنتم خللنا حقبنا البيت ولكن كل شهر أو كل شهرين أدفع منها دفعات للمقاول ويمكن المقاول تطول سنة أو سنتين المبلغ مثلا طاف عليه الحول هل أذكي عن هالمبلغ مع أن هالمبلغ أقل من المبلغ المطلوب مني للمقاول إن شاء الله شكرا لك شكرا لك خير حسن تسمع شالر تحية نجيب لفض الشيخ سؤال أبو خالد يقول أنه يريد لعمي وللوالدة فيقول كيف أتي بعمرتين في مرة واحدة هل يقول مرة واحدة عمرة واحدة أنويها للاثنين أو كيف أصنع الحمد لله أولا بالنسبة لمن أراد أن يعتمر عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن للرجل الذي سمعه يلبي عن شبر المقانة من شبر المقانة أخلي أو قريب قال حجت عن نفسك قال الله قال حج عن نفسك وثم عن شبر المقانة والعمرة كالحج في هذا الأمر ولذلك من أراد أن يعتمر عن غيره لا بد أن يعتمر عن نفسه الأمر الثاني العمرة هي الزيارة ولذلك لا يشرع لي العمرة إلا سفر واحدة فإذا أردت أن تعتمر عن شخص فإنك فإنك تسافر سفر واحدة ولا تكرر العمرة في السفر الواحدة في الراجح من قوله أهل العلم ولذلك تعتمر مثلا عن أحد الذين ذهبت للإعتمار عنه المسألة الثالثة لخل السائل الفاضل ما ذكر هلهم أحياء أموات فإذا كانوا ميتين فهنا مسألة خلافية هل يجوز أن يعتمر عمرة واحدة ويهب ثوابها لهؤلاء الأموات هذا ينظر فإذا كان لم يعتمر فإن العمرة لا تنصرف إلا إلى واحد إذا كان لم يعتمر في حياتهما فإنه يسقط عنهم الواجه فيعتمر عن واحد فقط وأما إذا كان قد اعتمر وأراد أن يهب الثواب لهما فهذه مسألة خلافية من أهل العلم يقولون هذا عمل صالح يجوز أن ينوي ثوابه لأكثر من شخص من أهل العلم من قال بأن هذا لا ينصرف إلا إلى شخص واحد سأكل أخير رفض الشيخ الأخ أحمد يقول شخص كبير في السن أخذ ذهب إلى البنك ليأخذ قرض فيقول رفض بسبب العمر فيقول رفض الشيخ أخذه أحد من أهله ويقول هذا الكبير في السن يدفع له في كل شهر القصد فيقول توفي هذا الشخص الذي أخذ الدين فسقط الدين عن هذا الشخص يقول هذا الكبير في السن هل عليه أن يدفع الدين الحمد لله يعني مدام أن الدين قد سقط عن المتوفى ولا يستطيع هذا الرجل أن أن يصل إلى المصرف وأن يقول يقول لهم بأن هذا الدين ليس لي وإنما يعني فلان تبرع به فيسقط عنه أيضا ولذلك إذا تأملنا في هذا المسألة نجد بأن الشخص هذا الذي أخذ القرض كأنه أقرضه لهذا أقرضه لهذا الرجل الذي هو كبير في السن أقرضه لهذا الرجل الذي كبير في السن ولكن السداد يكون عليه وي فيها نوع من التحايل نوع من التحايل على العمو إذا استطاع أن يخبر المصرف بالواقع والحقيقة ولا يعترد تبعدي الضرر فيخبرهم بهذا أما إذا كان لا يستطيع فيسقط عنه ويسأل الله تعالى العفو ساكرا الله خير الشيخ الأخ سعيد السلام حكم جمع الملابس أثناء الصلاة كي يقول من يلبس البشت أو الغطرة وغيره الحمد لله صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن جملة من الأفعال في الصلاة ومنها الكفت ولكفت اختلف العلماء يعني في معناه ومن المعاني التي ذكرها العلماء هو أن يجمع المصلي ثيابه وشعره بحيث لا يجعلها تسجد معه فإذا كان الشخص عليه بشت مثلا أو عليه كذا يجمعه ويلفه بحيث لا يسجد على الأرض معه وطبيعة هذا الثوب أنه يعني ينزل على الأرض فهذا هو الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام المصلي نهى عن الكفت في الصلاة ولذلك يكون مكروحا إلا إذا كان من صفة هذا الثوب أنه يرفع يعني مثل الغطرة مثلا وشمار تجد بعض الناس عادته أن يرفع الغطرة وشمار فهذا لا حرج عليه وبعض الناس العادته أنه يسدل الطرفين الغطرة وشمار فإذا فإذا جاء ليسجد رفعه ما نقول له لا وقعت في المكروح الغطرة وصلاة وصلاة الجنازة لشخص واحد لها أجر عظيم وكبير حسب اللي قرينا وصل عدد اللي متوفرين 25 ألف الله يرحمهم بغافر المسلمين من هذا بس لو شيخي وضح لنا الأجر العظيم للإنسان يمكن حصله من وراء الصلاة الغايم الله يبرك فيك إزاكي الله خير بسلطان تسمع شاء الله الرد أم سلطان تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي أم سلطان نسمحت وحدة أنت بيت إجار ما إجرت بس تاخذ الإجار على رد سعاد في السنة هل يوجود الذكاء عليه أو لا إن شاء الله وهالسؤال الثاني في رجل يعني توضع من البيت وطلع بس عند قبل ما يوصل كيف كيف مسلطان السؤال الثاني توضع يعني توضع للصلاة نعم وطلع فعند ما حانت وقت الصلاة راح بس هو خد الججار يعني بدخونه نعم فهل يتبطل بضوء لا يعني يدخن بعد الوضوء أيها إن شاء الله سعاد شاء الله خير مسلطان تسمعي إن شاء الله الرد أيها شاء الله نعود فالشيخ سؤال لخسن يقول عندي حصال يقول أضع فيها مال ويقول فالشيخ مرة على هذا المال حول كامل يقول لا أعلم كم في هذه الحصال هل فيها زكاة الحمد الحمد ما حال ما حال عليه الحول أدى زكاة وما لم يحل عليه الحول قدم زكاة وتقديم الزكاة مشروع وذلك لا يجوز أن يتساهل الإنسان في مثل هذه الحصالات فإذا بلغت النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة تلك الخير نصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول عندي مبلغ وضعته يقول لبناء بيت فيقول في كل شهر أدفع للمقاول دفعة ويقول مر حول كامل على هذا المبلغ ويقول هذا المبلغ الذي عندي أقل من المبلغ المطلوب لبناء المنزل هل علي أن أزكي هذا المبلغ الحمد لله بالنسبة للمبلغ المتوفر لدى الأخ السائل هذا قابل للنماء ولذلك تجب فيه الزكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم فأي مال قابل للنماء واحتفظ به الإنسان وليس هو وقف مثلا أو جمعه للصدقة أو جمعه للتبرع فتجب فيه الزكاة نعم تلك الخير فضل شيخ معنا أبو محمد فضل ألا وعليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بركاته أبو محمد فضل على السحاق الله يبركيك أبو محمد عظيم ياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا الله أعزيك طول عمرك إن شاء الله إياك السؤالي يا طول عمر آآ آآ اللباس مثلا قبل فجر أصحي يعني ساعة خمسة صلي مثلا تحجد اللباس النوم يعني جلابية وخاصة مثل وزار وفانيلة يعني ويجوز يعني أصلي تحجد ومثل آآ الدم غير مسلم يجوز على المسلم إن شاء الله ربكي ضرورة أحسن زاك الله خير محمد تسمع شاء الله رد تحياك الله بعبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل بعبد الله هل يجوز الذكاء لنهال المتضررين بذات إن شاء الله يعني ذكير روضع لك بعد النقاء يعني نقدمها نعم إن شاء الله زاك هلا خير وعبد الله نعم أخت عاشية تفضلي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أخت عاشية لو سلحت تؤالي في حديث عن الرسول من صلى قبل العصر أربع ركعات هذه متى تكون بعد الأذان ولا قبل الأذان إن شاء الله زاك هلا خير أخت عاشية تسمع إن شاء الله جاء الله جيب في فرسيخ سؤال مسلطان يقول صلينا الغاب على الرواح يقول من توفي في هذا الزلزال في سوريا وتركيا فيقول العدد كبير جدا فيسأل فالشيخ عن أجر الأجر العظيم الذي يعني يحصل عليه من صلى يعني على هؤلاء الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى على جنازة ولم يتبعه فله قيراط ومن صلى عليه على جنازة وتبعه فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراط قال أصغرهما كجبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك نص العلماء على أن الثواب والأجر يتضاعف على عدد الجناز فإذا صليت على جنازتين فأنت لك أجر صلاة الصلاة على جنازتين يعني لك يكون لك قيراطان صليت على عشر يكون لك عشرة قراري مثل ما ذكر الأخ الساعة الخمسة وعشرين ألف جنازة كذلك لك إن شاء الله خمسة وعشرين ألف قيراط ما صلى الله تعالى القبول زكا الخير شيخ سلطان تقول عندي بيت مؤجر وأخذ الأجر على ثلاث دفعات كيف أزكي هذه الأجر الحمد لله بالنسبة للدفعة الأولى التي لا يحول عليها الحول هذه ليس فيها الزكا وكذلك الثاني وكذلك الثالث إذا صرفتها إذا استلمت الإجار في نهاية السنة تزكين مباشرة أما إذا استلمت في أول السنة أول عقد الإجار أو استلمت على دفعات فإنك ما تزكين إلا الذي حال عليه الحول من هذه الزكاة فإذا صرفتها لا زكاة عليك زكا الخير فضيخ وأحسن الله إليكم تقول رجل توضأ وخرج للصلاة ودخن بعد أن توضأ هل التدخين ناقض من نواقض الوضوء الحمد لله التدخين ليس ناقض من نواقض الوضوء فكونه منهي عنه من الخبائث هذا لا يعني بأنه ينتقض الوضوء لكن يكره لشارب الدخان أن يدخل الصلاة ورائحة الدخان في فمه نبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أن يقرب المسجد وأيضا سنى النبي عليه الصلاة والسلام لمن شرب لبنا وهو من الطيبات أن يتمضمض قال إن له دسم فالذي يشرب الدخان لا يدخل للصلاة إلا وقد نظف فمه بالمضمضة وإزالة هذه الروائح الكريهة لأن يناجي ربه سبحانه وتعالى والملك يضع فمه على فم قارئ القرآن ساك الأخير نصيخ أبو محمد يقول استيقظ قبل الفجر يقول أصلي التهجد والتر فيقول أصلي بملابس النوم الحمد لله لا حرج ما دام أن ملابس الثوم عفوا ملابس النوم هذه الثياب نظيفة لا حرج في ذلك يجوز لك أن تصلي فيها إذا ذهبت إلى المسجد لا تأخذ زينتك المعتادة إذا ذهبت إلى المسجد ساك الخير الفنصيخ يقول نتبرع بالدم لا نعرف هل هذا الدم سيذهب لمسلم أو غير مسلم الحمد لله يجوز للمسلم أن يتبرع بدمه لغير المسلم كما أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من دم غير المسلم ولذلك مسألة كون التبرع لا بد أن يذهب للمسلم أو للمسلمين هذا طبعا مخالف لما جاءت به النصوص ومنصوص كلام أهل العلم على أنه يجوز للمسلم أن يتبرع لغير المسلم بالدم بالدم ساكل أخير شيخ بابد الله يقول هل يجوز أن نعطي زكاة مالي للمتضررين في تركيا وسوريا ويقول قدمها يقول حولي في رمضان الحمد لله الجواب نعم وذلك لأن ما وقع من هذه الزلازل فالحاجة كبيرة وماسة وإذا تأملنا في أحوال الناس فأغلب هؤلاء الذين تهدمت بيوتهم أصبحوا فقراء لأن كل ما يملكون في داخل البيوت فهم لا يجدون شيء وبعضهم يصف يصدق أن يصف بالمسكين وكذلك ابن السبيل الذي المنقطع فهم انقطعوا أيضا إذا تأملنا في هؤلاء نجد بأنهم لا يخطئهم الأمر فيما يتعلق بالفقر أو المسكنة أو الغرامة أو ابن السبيل فنعم ويجوز لك أن تقدم الزكاة إذا كانت زكاةك في رمضان تقدمها الآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس فدل هذا على أن إذا وجدت حاجة جازة ذلك سيك الله خير لفض الشيخ العشاء تسأل عن حديث رحمه الله ورحمه الله صلى قبل العصر أربعا تقول هل هذه الأربع قبل أذان العصر أو بعد أذان العصر الحمد لله هذا الحديث في السنان بإسناد لا بأس به ويكون بعد أذان العصر فإذا أذن العصر دخل وقت هذه الركعات الأربع دخلت دخل وقت هذه الركعات الأربع سيك الله خير شيخ وأحسن الله لكم ونتقل إلى الرسالة نصية القصيرة يسأل عن مبلغ يقول كم هو مبلغ النصاب الحمد لله النصاب إما أن يكون بالذهب أو الفضة فإذا قلنا بالذهب فيكون 85 جرام وإذا قلنا بالفضة يكون 595 جرام لأنها هي 200 درهم وبالنسبة للطريقة يحسب سعر إجرام الذهب ويضربها بـ 85 يظهر النصاب وإذا حسبها بالفضة يحسب إجرام الفضة ويضرب هذا بـ 595 يظهر النصاب إذا كالخير شيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتوصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الأخراج أحباد نور تقبلوا تحيات محدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله